الـ Ovarian cycle نغير شوية مفاهيم نظبط المفاهيم بقى في عندي حاجة اسمها Initial Recruitment Initial Recruitment دي عبارة عن إيه عبارة عن إن جروب من الـ Primordial Follicles تبتدي تبقى recruited عشان تعمل primary follicle هي Primordial Follicle هتبقى recruited عشان تعمل primary follicle هو إيه الفرق بين الـ Primary Follicle في الـ Granulosa Cells بدل ما هم Spindle Shaped حيبتدي يبقوا Cuboidal Cells وLow Cite Large شوية فتبقى ساعة اسمها Primary Follicle تمام يبقى primary follicle دي contains إيه contains Large Primary Ocite وSurrounded by Singular of Cuboidal بدل Spindle Shaped أو Flattened Granulosa Cells وبعدين تكبر شوية كمان تعمل secondary follicle secondary follicle دي هي هي دي الـ Primary خلاص secondary follicle هتcontain إيه هتcontain several layers of Granulosa Cells بعد كده secondary follicle هي رأي إيه هيجرى لها هاتريزيا طبعا هيجرى هيحصل لها إيه هاتريزيا هتكبر إيه متى توصل بقى أنترال فوليكل بري أنترال وأنترال فوليكل لما يكون فيه FSH فيعمل Cycle Recruitment إنما الـ Initial Recruitment دي شغال على طول الـ Initial Recruitment دي لا تتوقف من ساعة إمتى تفتكرون من 20 ويكس إنترالتراين لايف من 20 ويكس والـ Primary recruitment ده الـ Initial Recruitment ده شغال زي موج البحر لا يتوقف على طول كل ساعة كل ديئة كل سانية كل يوم We don't really know بس اللي إحنا نعرفه إنه At any stage هتاخد الـ Overy وتقطعه وتبص عليه استوباثالجي هتلاقي فيها كل stages of the value تمام فالـ Recruitment ده continuous process الـ Initial Recruitment ده المعلومات المهمة جدا تعرفوها عنه Is independent on gonadotropin stimulation خالص The duration of the gonadotropin independent phase is about 74 إلى 80 days عشان نوصل من Primordial Oocyte أو Primordial Follicle إلى Secondary Pre-Entral Follicle ده عايز ما بين 74 إلى 80 يوم بعد كده الفيز بق عشان تكمل دي محتاجة جونادوتروبين هل أنا محتاج FSH عشان أعمل recruitment؟ لا خالص هل لو أنت بتدي oral contraceptive pills ومنعت الجونادوتروبين هورمون release من البيتويتري هل معنى كده إنه ما فيش recruitment بيحصل؟ لا طبعا بيحصل recruitment عادي خالص هل العيانة الحامل الأوفري فيها دورمانت ما بيحصلش فيها recruitment ولا حاجة؟ لا بيحصل recruitment والrecruitment بييند بايه؟ باتريزيا باتريزيا تمام؟ يبقى دي أول معلومة independent على الجونادوتروبين عشان كده كل الستات بيجي لهم at around the same age خمسة وربعين خمسة خفزيزيا regardless of history بتاع العيان لأنا اللي كتبتاخد 10 سنين ده مش معناه إن هي كتما حوشها follicles 10 سنين لأن recruitment بيحصل يتحاول لاتريزيا recruitment يحصل يتحاول لاتريزيا كل اللي أنا منعته إيه؟ أنا منعت cycle recruitment منعت recruitment اللي dependent على الجونادوتروبين اللي هي هتكبر secondary oocyte دي توصلها إلى mature graphian follicle the process of gonadotrop independent recruitment إلى secondary follicles وبعدين apoptosis لعدم موجود FSH إذا continue من أول الـ intratrine life prepubertal reproductive life لحد at the age of menopause وزي ما اتفعنا كل الستات تقريبا بيخشوا الـ age of menopause زي بعض ولو مدري مرض اسمه premature menopause ولو متأخر مشكلة أخرى اسمه الـ delayed menopause إنما الطبيعي إن كل الستات بيخل شوف منopause في نفس الثاني regardless لأن مفيش واحدة تقدر تحوش الفاليكلز بتاعي الفاليكلز كده كده بتتصرف كون إن بيطلع منها ماتير جريفن فاليكل إنما إن هي تتصرف وتموت لا هتتصرف وتموت تمام؟ دي نقطة مهمة جدا هو كام بتبقى والله الفاليكلز اللي على الله 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 واحدة واحدة كده يعني ايه؟ يعني يعتمد على نسبة من النسبة دي هتكفي العيانة لحد السن بتاعها يعني مثلا عشان تعرفوا النظرية دي ازاي هو البريموردي الفاليكلز بتاعها عند يشرين اسبوع حوالي اربعة لخمسة مليون صح؟ طب و لما البنوتة تتولد بيبقى فيه كام فاليكل؟ بيبقى مليون لاثنين مليون يعني العيانة فقدت حوالي اربعة مليون فاليكل فاربعة شهور صح؟ طب وبعد كده عند البيوبرتي بيبقوا كام؟ بيبقوا حوالي ربعمائة ألف يعني فقدت من أول الولادة لحد ما وصلت الالجو في بيوبرتي مليون ونص بس طب والربعمائة ألف دول هيكفوها كم سنة؟ هيكفوها هيجي مثلا مثلا لو قلنا ان البيوبرتي كانت عند سن عشر سنين ودخلت في مينوبوز عند سن مثلا خمسين سنة يبقى هيكفوها اربعين سنة طب ازاي؟ لأن تمام؟ كل ما الريستينج بول قال كل ما عدد الفاليكلز هتبقى ريكروتد عشان تموت او عشان توصل لماتيور جريفيان منهم واحدة بس سيقل لو الريستينج بول كبير يبقى هيكتر بحيث ان برضو كل ستات يدخلوا في الـ مع بعض يبقى لو أنا جيت مثلا في عناك وقمت شايل اوفري هل اقول للمريضة دي انتي هتخشي في ايج اوف مينوبوز بدري لو كان اللي اتنين اوفريز هيكفوها اربعين سنة يبقى لو انا شلته اوفري يبقى عشرين سنة هتخشي في مينوبوز بدري عشرين سنة لأ طبعا لأ طبعا وما لا هتخشي في مينوبوز امتى زي زي ويختك بالزبط ما ا junior risked polo خاص النص يبقىة الورجان اوفريز مش اوفريا بالمناسبة الاثنين اوفريز هو اورجان واحد معايا نصه اوفري ونصه التاني اوفري تاني فانا لما شيل النص الاوفري التاني بيريش اوفل بقى والريستينج بول خاص النص يبقىة يبقى من الريستينج بول الجديد بحيث انه يكفيها لحد سنة خمسة واربعين الى خمسين سنة اللي هو اللي يجل في مبوز الاحادي. خلاص ده كل ده الانيشال ريكروتن واضح. بقى طيب يجي بقى الفس يعمل ايه? يعمل بقى.이었ر مبكرة. انا لاستبقى انجب سكته العادية دي العادية فيها 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 في كل يوم كل انا جيت ام العيانة طلع FSH. يطلع FSH يعمل ايه? يريسكيو الساكن السيلز اللي هتبقى في الفيز بتاع الساكندري فولكلز تبتدي تدخل تبقى وبعدين انترل وبعدين ماتيور جريفين فولكل. ده اسمه ايه بقى? ده سؤال هل لو انت بتدي العيانة مسلا بتعمل لها مالتي فوليكلور اندكشن. جيت الديتا كمية FSH وهمية. هتطلع ايه? هو انت بتستيموليت ايه? انت بميش ما تقدرش تعمل ريكروتمنت. انت الفوليكلز فقط. هنا فيه كان في الصورة التلاتة. التلاتة دول هم اللي هيكبرو. هل لو انا دي ضعف جرعة ال FSH اللي طلع ناتشر يعني اللي هتطلع ستة? لا. لا. تعمل 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 تاخد من السكندري او او سايتس اللي تكبر تلاتة تكبر اربعة تكبر ستة حسب تبيت FSH هاديه. تمام? كل ما زودت ال FSH هتزود الفوليكلز اللي انه هم كانوا حيموتوا. يعني انا مش هطلع فوليكلز جديدة. انا الفوليكلز السكندري او سايتس هخليها تكمل نمو. نرجع للسؤال اللي كنت عايز اسأله. هل لو انا اديت FSH? هل معنى كده ان انا I am depleting the reserves of the patient? لا طبعا. لا طبعا. اللي بي depleting the reserves اللي هي continue. انما ده بياخد من اللي وحيموتوا وكده كده. هم كده كده ميتين. فانا هاخدهم وكبرهم شوية. عشان كده يعني مش عايزة لاخبطكو في في القصة بس هيها واضحة. تمام? ادي لو عملت العيانة عيانة قعدت عشر سنين تسعة للانجاب وتعمل IVF. هل هتدخل في مينوبوس بدري? لا بتدخل في مينوبوس هزا يا اخواتي. ليه? لانه كل اللي هي فسادش اللي بتاخده. انت مقدرش تطلع غير اللي already recruited. وكانوا حيموتوا. هم دول اللي انا انقذتوهم. عشان كده اسمها rescue. rescue. انا مطلعتش من البول. انا I rescued. اللي كانوا حيموتوا. عشان كده الطب جميل فيه التعبيرات. جميل فيه انك تاخد التعبير. طب وليه سموها rescue? ليه ما سموهاش مثلا secondary recruitment. لا هي cycle recruitment rescue. rescue يعني ايه? يعني هيكت اصلا حتموت. مش عايزة اطول عليكم بس هي كده. خلاص. البتويتري جونادوتروبنس during the reproductive years leads to rescue of pre-antral antral focus. المين افكت بتاعت الفس اتش ايه? انه ينديوس اغوماتيز اكتيفتي تيرنج الاندروجينيك انفارمنت الي هتعمل اتريزي? الى استيرجانيك